السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم اعملين ايه النهاردة انا جاي في فيديو جديد واعتبر اول فيديو معنا في القناة ان شاء الله وهو اللي احنا هنتكلم بطريقة مختصرة جدا جدا على اسهل طريقة حضرتك او حضرتك ممكن تحفظ بيها كلمات سهلة الطريقة جميلة جدا بسيطة مفيدة سهلة جدا خالص هنتكلم على اكستنشن ومن فينا بيستخدمش الكمبيوتر بتاعه عشان يتعلم الانجليزي ويتحصل على معلمات اكتر من خلال تصفح المواقع الالكترونية للاخبار او الرياضة او اي استفادة عموما من اللغة الانجليزية كل بساطة واحنا كل اللي احنا عايزين هو متصفح انترنت فايرفوكس او جوجل كروم انه ده غالبا هو اللي بدعم الاكستنشن او الاضافات الخاصة بالانترنت ان شاء الله نبدأ بسرعة عشان ما ناخدش من الوقت حضرتكم كتير كل اللي علينا اللي احنا مثلا هنروح دخلين على طبعا انا عندي جوجل كروم هنخش ونفتح جوجل كروم نعمل زيادة او نخش على حاسمها التطبيقات اظهار التطبيقات تمام نضغط على اظهار التطبيقات هتفتح معانا بعد كده ندخل على السوق الالكتروني ونضغط عليه تمام يحمل معانا بعد ما يحمل معانا احنا هنبدأ نضيف الاكستنشنز هنا في الخانة هنا اللي البحث في السوق كل اللي احنا نعمله هنكتب اه اه ريد ده ما بيكتب معانا ريد لانك تمام حننستظر هو نعمل انتر او سيرتش هيبدأ يعمللي بحث بعد ما يعمل بحث هيطلع الاكستنشن لنا عايزه تمام اول يبحث فيه او يبدأ يفعل اوكي اوكي تمام اه هي دي اللي احنا طبعا ها احنا انى اقدر اكستنشن مفيدة جدا 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 لتعلم اللوة الانجليزية هنبدأ نعمل اضافة الى كروم هايجي يقول لجار التحقيق يعني هو يبدأ يسبتها هل تريد اضافة الريد لعنج ويب ريدر هقوله طبعا انا عايز اضيفها يبدأ يحملها عندك هنا هيحملها عندك بالمتصفح بسيطة مساعدتها بش كبيرة خالص هيبدأ يحملها ويفعلها على المتصفح بتاعك كالكروم او فاير فوكس وبكل سهولة هتنضاف معك على المتصفح بعد كده وبكل بساطة اي موقع انت عايزه بتقرأ منه اخبار بتقرأ منه هنا قالك طبعا تمت اضافة الاكستنشن ريد لانج تمام بكل بساطة دلوقتي كل اللي انت هتعمله اللي انت هتروح هنا كده على الايكونة فوق اللي على علامة الار الحرف الارد تمام تضغط عليها هتبدأ تحمل معك الاكستنشن انت مثلا بتقرأ اخبار بتتصفح مثلا نيوز اي حاجة تعملها على الانترنت بحيث ان انت بتزود من حاصلتك وبتعرف برضو الدنيا مش هزاي في العالم فالفترة دي تكون لنا طبعا متابع الاغبار والكورونافيروس والاشياء المثلة ده انا اول ما اضغطت على الايكونة هنا بيبدأ يحمل وبيختار اللغة على حسب موقع بتاعك فانا مصر طبعا هيعمل اللغة الاولانية طبعا الانجليش واللغة العربية كل تأكيد بعد ما تبدأ تيتحمل معك طبعا هنبدأ نشوف بكل سهولة هي ازاي انت ممكن تستفيد منها في التعلم اللغة الانجليزية اوكي هنا مثلا عندنا مثلا اه مقال بيتكلم على الكورونافيروس اه والفوسي تمام هي بدأ يتحمل معك باول ما بتضغط على اي كلمة بيبدأ يعمل عليها ماركينج تمام اه انت عايز تترجم الكلمة ديت بتروح مثلا وورنز يعني وورنز طبعا يعني يحذر اوكي نضغط عليها مغرد ما نضغط عليها بيروح عامل علامة خضرة ويكتفوا ايها يحذر الميزة هنا بقى اللي انت ممكن تترجم ازماتش از يو كان يعني كل الكلمات الصعبة اللي انت منتش عارفة مثلا السنية يعني مجلس الشيوخ تمام يبدأ يترجمها معك يحذر مجلس الشيوخ او الشخص ده يحذر مجلس الشيوخ يعني بنتائج وخيمة او نتائج صعبة لانا اضغط على كلمة او لكن اصار او النتائج ممكن ننزل تحت كده مثلا ممكن نشوف كلمة مثلا زي كلمتين مع بعض همت هدو بتضغط عليها المبادئ التوجيهية الفيدرالية يعني انا ما قدرش هتكلمه ان هي دي افضل طريقة انت ممكن تتعلم منها كلمات كتير كتير جدا واقتر حاجة في اللغة الميزية بتتفيد الشخص المبتدئ او الشخص حتى في الانترميديا متوسط اكتر حاجة فيديوها طبعا الكلمات اوكي ودي كان طبعا اول معلومة معانا واول فيديو نعمله على القناة ارجو من حضركم ان انتو طبعا تعملوا لايك او سبسكرايب للقناة عشان نضيف فيديوهات من هذه الفيديوهات التعليمية المفيدة شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد بازن الله